مبارح الحقيقة مثلاً وإحنا أنا حرجع للموضوع ده تاني ولكن خلينا روح لموضوع مهم برضو تكلمنا في مبارح مبارح وإحنا مع الأستاذ محمود صبري والأستاذ جمال الزهيري اتكلمنا أو الأستاذ جمال الزهيري تحديداً قالك يعني هو الراجل فيتوريا المدير الفني للمنتخب الأول قال أنا مش بوعد بالتأهل لكاس العالم ولا الأمم الأفريقية حتى الأستاذ جمال الزهيري مبارح قال إيه قال يا جماعة إزاي طب إحنا جايبينه ليه طالما مش بيوعد بالتأهل لكاس العالم ولا أن احنا نفوز ببطولة الأمم الأفريقية طيب لكن أستاذ محمد مراد المنصق الإعلامي للمنتخب المصري اتصل بي بفريه الإعداد وقال لنا أن هذا الكلام هو كلام غير صحيح والراجل ما قالش كده خالص معلش أنا آسف جداً أقول لحضراتكو ترجمة الكلام اللي تقال علشان دي أمانة إعلامية الأستاذ محمد مراد قال لي يا كابتن إسلام قادي وبعتها لي زي ما هي قادي ترجمة الكلام اللي قاله مستر فيتوريا الأهم أنه يجب علينا نحنا نشتغل كتير جداً الفترة اللي جاية بكل أمل وإرادة في كرة القدم ما نقدرش نوعد بحاجة لكن الأهم والواجب أن نقدم شغل كويس ونحقق الأهداف المرجوة من خلال البطولات الكبيرة القادمة ومعانا الفريق القادر على كده ومش معنى تغيير مدرب وإن يجي مدرب جديد أن كل حاجة هتتغير أنا مقتنع أنه هيكون في شيء جديد وعندي الأمل والدافع أن شغلنا على أرض الواقع هيكون كويس جداً دي ترجمة اللقاء اللي عمله مستر فيتوريا بالنص زي ما بعتها لي الأستاذ محمد مراد المنصق الإعلامي للمنتخب الأول أو لاتحاد كرة القادر المنتخب الأول أنا بس حبيت أوري حضراتكم أن إحنا ما عندناش مشكلة مع حد لما بيبقى عندنا حاجة بنقولها طلع الأستاذ محمد مراد وقال لي يا كابتر إسلام 1-2-3 طلب حقك حنقول كل هذا الكلام على الهواء مباشرة وللجمهور اللي حق فيه اختيار ما يرى مناسبة أنا مش ضد حد ولا مع حد على حد ولكن لما يكون عندي مباراة أهلي وزمالك أهلي وزمالك أهلي وزمالك مباراة سوبر تم تحديد معادها يوم 28 إلا لو إحنا مش عارفين حاجة يعني إلا لو عندنا في اتحاد كرة القدم أو المسؤولين عن المنتخب الأولمبي شايفين حاجة ومش أيلنها في الإعلام لسه ما عرفش لو تفتكروا الكابتن أحمد مجاهد نفس الأزمة مع النادي الأهلي في كاس العالم لأنديها ساعتها وأمم أفريقيا وقال لك ليس كل ما يعرف يقال فهل كل ما يعرف كل ما لا يعرف يقال برضو حيتقلن هذا الكلام أنا بقول لحضراتكم أهو قبلها بشهر وثمانة أيام أتمنى من أي حد سمعني أنه بيرد علي ويقول لي لا والله يا كابتن إسلام في 1-2-3 أو زي ما الأستيس محمد مراد عمل حاجة محترمة جدا أنا بهني عليها وقلتها على الهواء مباشرة في الإنترو أول حاجة ما أخرتهاش كمان عشان ده حق أنه هو نقول له هذا الكلام يوضح الحقيقة للناس وأنا مش عايز غير الحقيقة فقط مش عايزين حاجة تانية فأنا بقول لحضرتك أن احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا ستواجه أن مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المحلي اللي حتقام في الإمارات يوم 28 ليه إسلام بتقول كده لأنه في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية اللي حتقام دورها التانية في المغرب شاء الله اللي حتتلعب دورها التانية البطولة حتتلعب في المغرب الدور التانية حنلاعب الكسبان من بيتسوانا وإسواتيني يوم كام؟ يوم 28 29 30 طيب حنرعب يوم 28 يبقى مطش للأهلي والزمالك مش حيتلاعب 29 يبقى مطش أهلي والزمالك مش حيتلاعب يوم 30 يبقى مطش أهلي والزمالك مش حيتلاعب والمطش في الإمارات يعني فيه صفر وفيه ناس رايحة وفيه ناس جاية إلا لو كان هناك تغيير في الموعيد وما حدش قال لنا لسه أنا معرفش وحاولت طبعا أنا أعرف لكن محدش قال لي الناس اللي بنكلمها ومصادرنا كلها قالوا لنا لا ما فيش تغيير في المواعيد ممكن يكون فيه تغيير ومحدش قال لنا لكن أهو أنا بقول قبل المباراة بشهر وثمانة أيام أن هناك مشكلة أنا حتكلم عن نادي الأهلي طبعا أن هناك مشكلة ستواجه النادي الأهلي في هذه المباراة لو المباراة المنتخب الأوليمبي لم يتم تغيير معادها أو لم يتم تغيير معاد مباراة السوبر إحنا عندنا مصطفى سعد ميسي يعني بس أنا أتكلم عن الصفقات الجديدة مصطفى سعد ميسي لعب نادي الأهلي دلوقتي موجود في المنتخب الأوليمبي أكيد هنبقى محتاجينه أنا الكلام ده بقوله أهو قبلها بشهر وثمانة أيام ولا عايزين تقوله ما نلعبش بلعبت المنتخب الأوليمبي ما أنا شفت كل حاجة الفترة اللي فاتت فأنا حبيت أقول أنا حبيت أقول من دلوقتي النادي الأهلي في وقت من الأوقات وافقة أو يعني فضل مصلحة بلده على مصلحة أي حد تاني فضل مصلحة بلده على مصلحته الشخصية أو مصلحة النادي في ذلك الوقت واللعيبة سافرت مع المنتخب الأوليمبي اللي طلبها كابتن شوقي غريب في ذلك الوقت وسافروا مع المنتخب الأوليمبي طيب احنا بنقول قبل المباراة بشهر وثمانة أيام عايز تقولي المطش هيتلعب من غير اللعيبة عايز تقولي المطش لأ الموعيد هتتغير وانت ما تعرفش عن الإسلام ماشي ما عنديش مشكلة مع اني سألت والله مصر كلها وكل الناس أكدتلي ايه ده بجد والله يتقالي كده لكن انا بقول لمسؤولين في اتحاد كرة القدم المصري يا جماعة عندنا مطش يوم 28 أهلي وزمالك سوبر محلي والمنتخب الأوليمبي عنده مطش وممي 28 29 30 هنعمل ايه علامة استفهام اتمنى ان حد يطلع يرد علينا بدل ما نستنى لغاية يوم 20 ولا 21 وتقول لنا اه المشكلة وليس كل ما يعرف يقال خدنا من الكلام ده كتير فعشان كده بنقول من بدري خدنا من الكلام ده كتير قوي فعشان كده بنقول من بدري قد يكون هناك تنصيق ما بين الاتحاد وما بعرفش ما عنديش فكرة حاول تسأل لكن ما حدش قال لي حاجة الناس قالتلي ان الموعيد زي ما هي طب الموعيد هنلعب ازاي مش فهم حد بس يطلع يطمننا ويقول لنا وبعد كده نبقى نشوف بقى مين اللعيبة ومين اللي مش هيحصل ايه خلال الفترة اللي جاية بس بعيدا عن هذا الامر لماذا لنا نتعلم من الاخطاء ده من 4-5 شكو ده ماكملناش سنة والله شهر واحد اللي فات نفس المشكلة بالزبط كس الأمم الأفريقية تتعارض مع كاس العالم للأندية النادي الأهلي كالعادة بيفضل مصلحة بلده على مصلحة النادي وفي النهاية مع ان في الوقت ده منتخب مصر بيمثل مصر طبعا والنادي الأهلي بيمثل مصر في كاس العالم للأندية ولكن النادي الأهلي لعب المباراة قوله وربنا كرمنا وكسبنا وبعد كده اللعيبة جاد قبل المباراة الثانية بـ 24 ساعة وحصل اللي حضراتكم شفتوه أزمة بدون لازمة كان النادي الأهلي بطلها في ذلك الوقت أتمنى أن يتم حل هذا الأمر خلال الفترة القادمة بيني وبينكو بيني وبينكو يعني كابتن سامير زاهر الله يرحمه الله يرحم كابتن سامير زاهر رحلت بجسدك لكن فاكرينك بصراحة تكرك كل شوية لما بنشوف اللي بيحصل ده ترحم عليك لم يستفد أحد من خبرة هذا الرجل الكبير الكابتن سامير زاهر الله يرحمه فأتمنى يا رب كل التوفيق اللي هيحصل خلال الفترة اللي جاي أتمنى أتمنى أن يكون هناك بالفعل يعني والله أنا سألت كل الناس سألت ناس كتيرة جدا في هذا الأمر وكل الناس قالت لي إسلام لا يعني ما حد من عرفش 28 و28 هل من الممكن أن يكون هناك تغيير في المواعيد ما عرفش أنا منتظر المسؤولين في الاتحاد الكرة القدم أو في المنتخب الأولمبي يطلعوا يوضحون هذا الأمر أو محمد مراد أو الأستاذ ياسر عبد العزيز أي حد مسؤول عن هذا الأمر يطلع يقول لنا كلهم منصقين الإعلاميين أعرفين أرقامنا وأعرفين طبعا أرقام كل الناس وبالتالي تقدروا تتوصلون لنا بسرعة جدا ترجمة نانسي قنقر